على تنظيم داعش الإرهابي مقتل زعيم أبو الحسن القرشي قال المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر في تسجيل صوتي أن التنظيم استقر على مبايعة أبو الحسين الحسيني كخليفة جديد فيما لم يعنى التنظيم تفاصيل أو كيفية مقتل زعيمه وتولى أبو الحسن قيدة التنظيم الإرهابي بعد مقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم القرشي مع ملية أمنية أمريكية على الأراضي السورية في 3 فبراير الماضي وخسر داعش خلال عامين الأخيرين أبرز قياداته من بينهم زعيم التنظيم أبو بكر البغداد الذي قتل في عملية عسكرية أمريكية شمالي سوريا عام 2019